اشتركوا في القناة يوم خمسطاشر مارس هناخد مجموعة من الاسئلة وهنحلها مع بعض ان شاء الله تعالوا نبدأ كده اول سؤال عندي في مراجعة الجغرافية بيقول لي وقد استثمار القدرات العلمية في مصر الى نقاط انا مش حد اختيارات هنتكلم على طول او نجاوب على طول احنا بنون الاستثمار القدرات العلمية القدرات العلمية في مصر بالاسف الشديد هي اكتر فئة بتسافر وبتعمل هجرة خارجيا لان احنا ما بنقدرش نوظفها هنا التوظيف المثالي لها وكل واحد فيه امتعب واول اخر واشتغل عايز يحسن من دخله فبيضطر ان هو يسافر برا عشان يحسن الدخل ده طب لو احنا استثمرنا القدرات العلمية اللي عندنا في مصر دي واشتغلوا في مجال الزراعة والصناعة والتجارة هنعمل ايه في الانتاج والاقتصاد المصري ها تعالوا نشوف يبقى ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية خلاص طفانة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده السؤال من الاسباب الاجتماعية المؤدية لارتفاع معدلات الموليد في مصر ودائما يا شباب انا عايزك تقرأ السؤال كويس جدا 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 عشان تقدر تجاوب بسرعة وتقدر تجاوب صح هو بيقول من الاسباب الاجتماعية يبقى انا عايز روح اشوف المرض الاجتماعي اللي بيصاب المجتمع نفسه معي ولا مش معي يعني ينفع نقول الفقر الفقر ده مش اسباب اجتماعية ده اسباب اقتصاد ضيء طب ممكن ايه من الاسباب الاجتماعية اه ارتفاع نسبة الامية تؤدي الارتفاع معدلات للموليد طبعا والزواج المبكر والكلام ده كله ترتفع معدلات للموليد السؤال اللي بقى عنده ترتفع نسبة الزكور عن الاناس نتيجة للهجرة الداخلية في محافظة ايه المحياء في كذا محافظة تنفع اي محافظة من المحافظات التي تستقبل السكان يعني الجاذبة للسكان احنا عارفنا ان معظم الناس اللي بتسافر من محافظة لمحافظة هي الزكور والاناس بتفضل موجودة في المحافظات هه الطاردة للسكان فبترتفع فيهم نسبة الايه الاناس يبقى الزكور بيرتفعوا فين في المحافظات الجاذبة للسكان زي القاهرة طبعا على رأس هذه المحافظات الجيزة الاسكندرية العديد محافظات احنا اخترنا محافظة من الجيزة خلاص طفانة يبقى السؤال ده تنفع اي اجابة تنفع اي ايه اجابة تمام يا شباب نروح للسؤال اللي بعده اكثر العوامل المؤسرة في الزيادة السكانية بمحافظة الاسماعيلية نقف كده بقى الله حسن احنا تعودنا ان احنا نقرأ السؤال كويس صح ايه اكثر عوامل مؤسرة في الزيادة السكانية بمحافظة الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية دي من محافظات القناة اللي بتطلع على قناة الايه السويس برافا عليكم طب والقناة دي طرق ايه مواصلات قبل ما تتفتح قناة السويس الكلام ده كان موجود في اسماعيلية كان في زيادة سكانية كان من السكان بيزيدوا لا يبقى هنا الهجرة الداخلية للعمل ها برافا عليكم فيه وسائل النقل فيه الشحن والتفريغ الكلام ده كله يبقى محافظة الاسماعيلية واحدة من محافظات القناة من العام المؤسرة في زيادة السكانية الهجرة الداخلية ممكن ان نقول النقل والمواصلات خلاص طفانا يعني اجابتين هم يمشوا لكن اللي كانت موجودة في الاختيارات او احنا اخترنا واحدة منهم اللي هي الهجرة مين الداخلية السؤال اللي بعد تستطيع الدولة ضبط معدلات الهجرة الداخلية اذا اهتمت ازاي يقدر اعمل ضبط لمعدلات الهجرة الداخلية ما تزدش الهجرة الداخلية عمال على بطال كده الله اللي توزيع الخدمات التعليمية والصحية الناس بتهاجر ليه واحد مثلا في محافظة من محافظات الوادي عايز يخش جامعة عين شمس يبقى هيدطر يروح فين ها القاهر واحد تاني عايز يتعالج مسلا من مرض معين هيروح القاهر هيروح مسلا محافظة الاسكندرية وهكذا فلو وزعنا الخدمات التعليمية والصحية الناس مش هتحتاج تهاجر كتير من مين من محافظة الى محافظة اخرى خلاص طفاءنا يا شباب احنا قلنا من اسباب الهجرة الداخلية او من اسباب الجذب السكاني هي ايه وفرة الخدمات لو وزعنا الخدمات هنقلل شوية الهجرة وهتبقى العملية متوازنة السؤال اللي بعد تأتي الهجرة الوافدة الى محافظة البحر الاحمر من محافظات نقط حافظة البحر الاحمر عندنا مدن زي الغردقة زي سفاجة زي آآ رأس آآ رأس بناس عندنا مثلا مدينة زي مارس علم المدن دي كلها مدن سياحية بروفو عليكم طيب تعالوا نشوف كده معظم الناس اللي سكنة او اللي عايشة قصد بيتشتغل في الفنادق جاية من اين ها اسمع من محافظة ايه اسيط محافظة قنة من محافظة سهاج من الصعيد صح المحافظات دي هي محافظات الوادي محافظات مين الوادي طبعا باستثناء محافظة الجيزة صح كده والله غلط يبقى اكتر الهجرة الوافدة الى محافظة البحر الاحمر من محافظات الوادي واد النيل او تيجي تقول لك بقى قنة البحر الاحمر اي محافظة تمام ممكن يحطيلي محافظة منهم ومعاها تلات اربع محافظات تلات محافظات تانيين من محافظات الوجه البحر يبقى بنختار المحافظة بتاعت ايه ها الصعيد خلاص طفانا هنشوف الاجابة يبقى واد النيل من محافظات واد النيل زي السيوت سهاج قنة وهكذا خلاص طفان يا شباب السؤال اللي بعده رقم سبعة يتحقق عامل قرب المسافة بالنسبة لطيارات الهجرة الداخلية بمصر بين محافظتي السؤال ده اجابة للسؤال الرقم ست ايه اقرب محافظتين معالا مش معايا جنبيهم هجرة داخلية معالا مش معايا هنيجي نبص كده ولادها مثلا محافظة الاليوبية مثلا ومحافظة المونوفي او بين القاهرة والمحافظات المجورة لها زي الشرقية او غيرها يبقى اي محافظتين جنب بعض لا اجزم يكون واحدة طردة واحدة ايه جاذبة للسكان النهاردة اخترنا منهم بين قنة والبحر الايه الاحمر ده بيأكد السؤال رقم ستة ان بتطلع محافظات من محافظات الوادي او وادي النيل هجرات الى محافظة البحر الايه الاحمر نخش على السؤال رقم تمانية السؤال بيقول اكثر اعمل تأثيرا في ترك السكان بمحافظة الغربية والمنوفية طب تعالوا نعمل كده شرح مفصل للحتة دي عشان هيفدنا في حل كذا سؤال بعد كده محافظة الغربية والمنوفية المنوفية تقنع هي والغربية في وسط الدلتة وسط الدلتة طيب وسط الدلتة اللي يختلف توزيع السكان في وسط الدلتة وجنوب الدلتة عن باقي جهة الدلتة اللي هي شرق غرب وشمال ليه؟ اللي بسبب ارتفاع نسبة خصوبة التربة خصوبة التربة بتقل في الشمال طبعا وجود البرك والمستنقعات وانتشار نسبة او ارتفاع نسبة الملوحة وفي الشرق والغرب لانها قريبة من رمال الصحراء الشرقية والغربية اما في الوسط وفي الجنوب قال لي فخصوبة التربة مرتفعة جدا معالش معايا بسبب وجود الطمي بتاع النيل زي ما احنا ما درسنا قبل كده واحنا بناخد الجزء ده يبقى اكثر عمل تأثيرا في ترك السكان بمحافظ الغرباء المنوفية يلا نقول ايه بقى ها جودة التربة السؤال رقم تسعة اقل العوامل تأثيرا في ترك السكان في الوادي والدلد ايه اقل حاجة موجودة في الوادي والدلد احنا عاد خدنا عوامل ترك السكان عوامل كتيرة جدا منها النزاعات العسكرية والسياسية وده اكتر حاجة بتأثر فين في محافظات القناة الناس دي هجرت بعد عدوان خمسة يونيا سبعة وستين وسبت مين ها محافظات القناة واتجهت الى الداخل طيب العكس صحيح بقى في الوادي والدلد جودة التربة بتأثر اعتدال المناخ بيأثر صحيح والله غلط نلاقي فيه اجزاء بيزيد فيها السكان زي الدلد اكتر من الايه من الوادي مثلا قال ليه مستر عمر يبقى هنا ما فيش اي نزاعات سياسية وعسكرية ما فيش يعني مشاكل سياسية او مشاكل عسكرية في الوادي والدلد خلاص طفانا يبقى دي اقل العوامل تأثيرا في تركز السكان في الوادي والدلد ولكن الظروف السياسية والعسكرية من اكثر عوامل التي اثرت في توزيع السكان او تركزهم في محافظات القناة السؤال اللي بعده ما هي اكثر عامل تأثيرا في انخفاض الكسافة السكانية في محافظة كفر الشيخ هسكت هه تقل فيها خصوبة التربة لارتفاع نسبة الملوحة والبرك والمستنقعات طب وكفر الشيخ دي فين في شمال الدلتة يبقى اكثر او اكثر عامل تأثيرا في انخفاض الكسافة السكانية هي برضو مين جودة التربة او التربة خلاص طفانا السؤال رقم 11 ما هي اكثر العوامل تأثيرا في هجرة السكان لمدن القناة حاليا تأثيرا في هجرة السكان لمدن القناة انا ما قلتش من مدن القناة انا بقول بيروحوا ليه دلوقتي مدن القناة ايه اللي تفتح هناك فين في محافظات القناة خلى السكان يسافروا هناك وتزيد الهجرة اليهم انا سامعه برافو عليكو طرق النقل وحفر قناة السويس طبعا قناة السويس تعتبر اعلى دخل بيدخل فلوس لمصر حاليا واكتر حاجة بتدخل عملة صعبة وطبعا هي عامل جذب للسكان السؤال رقم 12 المشكلة السكانية بمصر لها علاقة بتلوس البيئة التي نتجت عن ايه اسألكوا سؤال سكان مصر هل بيتم توزيحهم او متوزعين بشكل متساوي على المحافظات المصرية احنا عندنا 27 محافظة المحافظات دي ما بين الوادي والدلتا ومحافظات القناة ومحافظات الحدود قال لي مستر عمر هل في اه توزيع اه سوي لهذه للسكان لا السكان بيتركزوا في 5% من مساحة مصر فيها اكتر من 98% 98% اتنين من 10 تقريبا قال لي طبعا يا مستر عمر لما يكون 98 عايشين فين ها في 5% فده بيؤدي الى ارتفاع نسبة التلوس عوادم السيارات والمصانع وتجريف الطربة وهو اللي اخره كل المشكلات اللي بتؤدي الى تلوس البيئة بتنتج نتيجة مين ها ها سوء توزيع السكان معايا يبقى نقول له هنا يا وسادزة سوء توزيع السكان يبقى المشكلة السكانية في مصر لا علاقة بتلوس البيئة التي نتجت عن سوء توزيع السكان السؤال رقم 13 من ابعاد المشكلة السكانية في مصر احنا عندنا عدة ابعاد المشكلة السكانية في مصر هناخد منها النهاردة وجود فئة كبيرة من السكان غير منتجة طبعا الفئة الكبيرة دي من الطلاب اللي لسه في المدارس من النساء اللي ما بتشتغلش من مين او كل تعمالة المرأة من الاطفال من كبار يبقى دي واحدة من ابعاد المشكلة السكانية في مصر اخر سؤال هنقوله النهاردة بيقول لي ترتبط زيادة نسبة الاعالى بنفس الاسئلة او نفس الاجابة اللي احنا قلناها بالكده هنلاقي التركيب العمري النسبة الاعالى بترتفع نسبة الاعالى بالنسبة لكبار الايه السن وصغار الايه السن فالتركيب العمري بيؤثر بتأثير مباشر على نسبة الاعالى اعزائي طلبت وطالبات الصف الاول السنوي ارجو ان احنا نكون لمينا جزء كبير من المنهج المقرر عليكم مع قطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح وربنا يا ربي رب يقف جنبكم ان شاء الله باذن الله ونعدي هذه الازمة كلها على خير ونرجع تاني لفصلنا باذن الله اشتركوا في القناة